أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن والعذاب على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا زال الحديث في شرح دعاء الصحيفة السجادية صلى الله على الإمام السجاد ووصلنا إلى قوله دون الأمم الماضية والقرون السالفة الأمم هي تطلق على الجماعة من الناس يجمعهم أمر واحد من أصل أو دين أو مكان أو زمان بل قد حتى يجتمعون على فعل لعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت لعن الله أمة جاهل وهكذا مجموعة من الروايات والزيارات والأدعية في لعن الأمة التي اجتمعت على قتال الإمام الحسين وعلى قتل الإمام الحسين لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به أمة أزاحتكم أزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله تعالى بها تفرق الأمة التي يبعث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله يعبرون هذا التعبير يقولون أمة الدعوة وأمة الإجابة أمة الدعوة أي الأمة التي يبعث فيها النبي يعني قريش عامة يعني عامة قريش هذه أمة بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وأمة النبي يعني الذين آمنوا وصدقوا برسول الله صلى الله عليه وآله فقد يقال أمة النبي يعني الأمة التي يبعث فيها رسول الله سواء الذين صدقوه أو لعله حتى من كان في ذاك الزمان من اليهود والنصارى وغيرهم وإذ مرات أخرى يقال أمة النبي يعني الأمة التي آمنت فإذا اجتمع فإذا كان المراد المكان الذي يبعث فيه رسول الله والزمان فيكون الإطلاق الأمة بمعنى الأمة التي يبعث فيها بمعنى أمة الدعوة وإذا كان المراد بالاجتماع على تصديق رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا صفة للمؤمنين الذين صدقوا بالنبي صلى الله عليه وآله هذا تعرف منه قضية أنه الأمة النبي ممدوحة وين ممدوحة؟ الأمة التي أجابت وفي بعض الأحيان ملعونة الأمة التي ما أجابت لعنى الله أمة أسست أساس الظلم والجور يعني الأمة التي اجتمعت على تأسيس الظلم والجور لعنى الله أمة سمعت بذلك فرضيت به يعني الأمة التي اجتمعت على الرضا بمقتل سيد الشهداء صلى الله عليه الظاهر والله العالم من قول الإمام دون الأمم الماضية أن الإمام يريد أن الله همن علينا إحنا هذه الأمة الأمة التي استجابت لرسول الله التي آمنت بالنبي التي صدقت برسول الله وبأوليائه لأئمة صلوات الله تعالى عليهم من أمير المؤمنين إلى ولي الله الأعظم جعل أن الله تعالى فداء لترى بأقدامه ليس المراد الأمة التي يبعث فيها لأن هذا ماذا انتفعوا؟ إلما فرض عطاء من الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين كذبوا رسول الله أو مثلا كذبوا أولياء وخلف أفخذ بماذا استفادوا؟ ما هي فائدتهم؟ فلعله الظاهر أن قوله عليه السلام دون الأمم من علينا يعني من على هذه الأمة دون الأمم ليس فقط الأمم السابقة بل كل من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله ويمكن أن يكون المراد لا الأمة التي يبعث فيها دون الأمم السابقة جميعا فقط فيكون هنا المن أعم من أنه قبل أو لم يقبل بالتالي هو من؟ هذا هؤلاء ما قبلوا من الله سبحانه وتعالى رفضوه بتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وأما القرون فالقرن هو كل طبق مقترنين في الوقت هذا المشتق من الإقتران يعني اقترنوا اجتمعوا في وقت كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون طبعا ظاهره المراد بالأمة التي استجابت لرسول الله وأمرت بالمعروف وتنهت عن المنكر لا الأمة التي حاربت رسول الله ولا الأمة التي ظلمت عطرة النبي صلى الله عليه وآله كفت قضية لطيفة في هذه الآية ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وين مؤمنون دول المؤمنون المقصود بهم من آمن بالنبي في زمانه من آمن بموسى أو بعيسى في زمانه ومن آمن برسول الله صلى الله عليه وآله بعد بعثته للمراد أنهم الآن هم مع كونهم من أهل الكتاب مقسومين قسمين قسم مؤمن وقسم غير مؤمن الله سبحانه وتعالى في مراد الإمام بهذه الفقرة من الرواية من علينا دون الأمم الماضية أن الله تعالى خص هذه الأمة بأن بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله أكو عندنا فرد جملة من الروايات أن الأنبياء والأولياء كان يتمنون أن يكونوا من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الله تعالى أعطاهم هذه الأمنية وجعلهم من أمة النبي صلى الله عليه وآله هذه الأمة لا يعني الأمم السابقة فقط الخواص اللي هم الأنبياء والأولياء فقط هؤلاء الله تعالى أعطاهم هذه الأمنية أن يكونوا من أمة رسول الله أما الأمة التي يبعث فيها النبي فلم تخص هذه النعمة بالأولياء بل إن الله تعالى فتح الباب فيها لجميع الناس فمنهم من آمن ومنهم من لم يؤمن قال عليه السلام دون الأمم الماضية والقرون السالفة الماضية المتقدمة بقدرته التي لا تعجز عن شيء وإن عظم ولا يفوتها شيء وإلا طف لا أدري واحد الشون يسولف عن صفات الله سبحانه وتعالى بس خلي نسولفها سالفة مبسطة عامية إحنا أيها الإخوة إذا نتكلم عن الله سبحانه وتعالى لابد أن نلتفت أن الله تعالى لا يدرك وصفاته لا تدرك ولا يقاس به شيء ليس كمثله شيء مطلقا ما عند الأنبياء والأولياء والأوصياء وفي هذا الخلق هو الشيء منه سبحانه وتعالى هذه القدرة التي ندركها في عالم الدنيا هذا شيء من قدرة الله سبحانه وتعالى إحنا ما ندرك تمام القدرة ولا ندرك بقية الصفات ولكن يمكن أن نعرف أن الله تعالى قادر إذا رأينا القدرة في الأثر يعني أثر القدرة ونعرف أن الله تعالى خالق إذا رأينا أثر الخلق ونعرف أن الله حكيم إذا رأينا أثر الحكمة فإذا نجد للقدرة يمكن أن الإنسان يعرف أن الله تعالى قادر أو يفهم فرد شيء بسيط من قدرته من خلال النظر في آثار القدرة في هذا الخلق في هذا الكون في الرواية طبعا هذا أكو آيات خوابعد في قدرة الله وأن القدرة المراد بقدرته سبحانه وتعالى أنه لا يعجز هذا اللي نعرفه أكثر من هذا ما عدنا تفصيل مم بس ما عدنا تفصيل وأنما هي القضية هم لا تدرك الذي نعرفه أن الله تعالى لا يعجز أن الله تعالى قدير قادر على كل شيء في رواية الإمام الصادق صلى الله عليه عن المفضل ابن عمار الإمام يقول للمفضل انظر إلى هذا الجراد ما أضعفه وأقواه عجيب هذا الجراد هم ضعيف هم قوي شون هم ضعيف هم قوي هو لو ضعيف لو قوي خلينا نرى الإمام كيف وصف هذا الجراد بالضعيف والقوي في عين الوقت فإنك إذا تأملت خلقه رأيته كأضعف الأشياء شوف هذه الجرادة أنت تخلي أصبعك عليها تقتلها وتقتل اثنين وعشرة وعشرين يمكن تجيب فرد مبيت تقتل كذا عدد من عدهين ليش أنه هذا ضعيف في خلقه في تكوينه ضعيف قال فإنك إذا تأملت خلقه رأيته كأضعف الأشياء جنوان قوته قال وإن دلفت عساكره نحو بلد من البلدان لم يستطع أحد أن يحميه منه إذا هجم على بلد إذا هجم على زرع لا يبقي شيء ولا يمكن أنه هذا أهم صاحب الزرع لا يمكن أن يحمي زرع في رواية الإمام الرضا صلوات الله عليه سئل لما خلق الله عز وجل الخلق على أنواع شتى ولم يخلقه نوعا واحد طبعا هذا طبيعة البشر أنه يكون يسئلون إذا هو خلقهم على نوع واحد كان سئله ليش ما تعدد ولما تعدد الخلق قال لماذا ما جعله على نوع واحد هم يسألون هذا السؤال ليش ما كل الخلق جاء بطريقة واحدة بمثل واحد لماذا الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء نوع الخلق لماذا خلق الله عز وجل الخلق على أنواع شتى ولم يخلقه نوعا واحد فقال عليه السلام لألا يقع في الأوهام أنه عاجز كيف عرف الله تعالى قدرته لخلقه لما خلق لهم أنوانا شتى من الخلق ففي هذا الخلق ومن هذا الأثار عنم الناس أن الله تعالى على كل شيء قدير فلا تقع صورة في وهم ملحد إلا وقد خلق الله عز وجل عليها خلقا ولا يقول قائل هل يقدر الله عز وجل على أن يخلق على صورة كذا وكذا إلا وجد ذلك في خلقه تبارك وتعالى فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنه على كل شيء قدير كل ما يخطر في بالك تجده في خلق الله من القضايا اللطيفة والملفتة أن هذه المليارات من البشر على طول الزمان ما خلق إنسان اثنين في شكل واحد تماما من كل الاتجاهات نعم يكون في التشابه ولكن ما خلق يعني مو على نحو الاستنساخ هذا هو هذا نفس لا تماما في كل أعضائه الداخلية والخارجية وعمرة وما شاكل إنما الله سبحانه وتعالى كل هؤلاء البشر خلقهم على كل واحد إلى الشكل الخاص هذا دليل قدرته سبحانه وتعالى هذا العدد الضخم من البشرية وكل واحد إلى لون الخاص كل واحد إلى شكل الخاص كل واحد كل واحد هذا دليل على قدرته سبحانه وتعالى ثم قال عليه الصلاة والسلام فختم بنا على جميع منذره لعل فيه إشارة إلى قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال وجعلنا شهداء على من جهد يظهر أنه الوقت قد انتهى تتمت هذه الحديث إن شاء الله في الحلقة السابقة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله على محمد وآله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر